لم تطوى صفحة تنظيم الدولة على ركام المدن العراقية التي شهدت عمليات عسكرية بعد فلا تزال مشكلة النساء والأطفال الأجانب المتهمين بالانتماء لتنظيم الدولة عالقا ولكن في السجون الحكومية وبظروف اعتقال قاسية بحسب المنظمات الدولية منظمة هيومان رايتس ووتش رصدت الانتهاكات التي يتعرض لها هؤلاء المعتقلون وطالبت القضاء الحكومي بتغيير نهجه في محاكمة النساء والأطفال الذين تجاوز عددهم 1300 على أقل تقدير ومعظمهم اعتقلوا أثناء معركة تلعفر شمال غرب العراق في أقل من عشر دقائق ينتهي التحقيق فتصدر بعد ذلك الأحكام الارتجالية ضد المعتقلين السجن المؤبد أو الإعدام بحق النساء والسجن لمدة تصل إلى 15 عاما ضد الأطفال دون السن التاسعة بآلية تفتقر إلى العدالة والحيادية فالتهم الفضفاضة وعرقلة توكيل محامل للمعتقلين أطفالا ونساء إضافة إلى رفض جميع التبريرات التي يقدمها المتهمون كانت السمة البارزة لأغلب المحاكمات التي رصدتها هيوم الرايتسووتش التي أكدت بدورها براءة هؤلاء المعتقلين من ارتكاب أعمال عنف أو المشاركة في القتال وما بين إصدار الحكم وتنفيذه يحشر المعتقلون في زنزانات مكتظة تفتقر لأدنى مستلزمات البقاء على قيد الحياة فبحسب الفئة العمرية يفرز الأطفال منفصلين عن أمهاتهم وكل على حدة يقاسي ألوان التعذيب النفسي والجسدي وذلك خلافا للنداءات الدولية التي تحث الحكومة على إعادة دمج الأطفال المعتقلين في المجتمع وإعداد دورات تأهيل لهم بدلا من اعتقالهم ومحاكمتهم وما يزيد معاناة المعتقلين أنهم أجانب لا يجيدون اللغة العربية ولم يوكل لهم مترجم رسمي أثناء المحاكمة فضلا عن تقصير ممثلي بلدانهم في العراق بمتابعة قضاياهم ورغم اعتراف رئيس الحكومة حيدر العبادي ببراءة أغلب النساء والأطفال المنتمين لتنظيم الدولة وتأكيده على سعي الحكومة لتسليمهم إلى ممثليات بلدانهم تستمر قواته باعتقالهم وتقضي عليهم بهذه الأحكام الخالية من أصول العدالة والنزاهة